السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله نبدأ مع بعض نبدأ مع بعض ونستقنف اللي احنا كنا بدأنا في سلسلة سناؤلة كمبيوتر من عمل إبراهيم عبد الحميد مصر ودامكم البيانات موبايل والإيميل للمرسلة هنستقنف اللي احنا كنا بدأنا فيه وهننكلم النهاردة عن طرق المختلفة لأفل الجهاز والفتح هنتكلم الأول عن عملية أفل الجهاز أفل الجهاز طبعا من عملية المشروع جدا بس فيه ست طرق مختلفة لأفل الجهاز من ضمنها أفل الجهاز هو فصل الكهرباء ومن ضمنها هو أفل الويندوز نفسه فهنتكلم النهاردة عن الست طرق المختلفة لما يسمى بغلق بغلق الجهاز الست طرق دوعتهم ايه لو نزلنا من Start Turn Off هنلاقي قدامنا ثلاثة من الستة دوعت الأولانية Restart Restart دي وظيفتها أنها تطفي الجهاز وبعدين تقيده تاني يعني غلق وفتح الجهاز في نفس اللحظة دي وظيفتها أنها بتخلي الجهاز يقفل خالص وبعدين يفتح مرة واحدة كأنك ايه بدل ما تقفله وبعدين ترجع توصل الكهرباء وبعدين ترجع تشغله تاني دي وظيفتها طب ايه أهمية الموضوع ده أحيانا بيستلزم بعض بعض البرامج لما بتصطبع الجهاز أو لما تعمل لها عملية تنصيب يعني بتحتاج إنك تعمل لها Restart أو بعض الحاجات المهمة لما متغيرها في الويندوز بيقول لك أنا عايز أعمل Restart فالوظيفة Restart ديت إن هي الجهاز يزبط نفسه لنتيجة إنه حصل بيه تغير جزري فالتغير ده محتاج إنه هو ايه ياخد وقته في القفل والفتح عشان يتفعل ويبقى مزبوط الحاجة التانية ترنوف ترنوف دي قفل الجهاز تماما عشان هتفصل عنه الكهرباء الحاجة التالتة لستاند باي عادة تشغيل الجهاز يعني يقفلوا وبعدين نرجع نشغله تاني الترنوف يعني تقفلوا خالص بمعنى إنك تفصل عنه الكهرباء تالت واحدة بتعمل استاند باي ديت القفل المؤقت للجهاز بمعنى بمعنى إنه ما بتقفلش حاجة في الجهاز لكن هي بتقلل لاستهلاك الكهرباء يعني مثلا لو انت رايح تصلي فخمس دقيق أو عشر دقيق على مبل ما ترجع من الصل فمش عايز تفل الجهاز خلالهم فتعمله استاند باي لكن استاند باي دي بخرجونا بحاجة بسطة جدا في استاند باي بتلاقي الشاشة سودت لإن الكهرباء تفصلت عنها استاند باي بيفصل الكهرباء عن حاجتين الهارد وعن الشاشة عن الهارد وعن الشاشة الهارد ديسك اللي هو في البيانات وعن الشاشة خلاص إنما بقي الجهاز بتوصله الكهرباء لذلك انت لما بتعمل استاند باي لو انت سايب حاجة شغالة بنتانها شغالة زي ما هي في استاند باي بس كل الموضوع إن الشاشة بتبقى سودة نتيجة الفصل الكهرباء عنها عن الشاشة وعن الهارد لكن لو انت بمجرد تحريكك للموس أو ضغطك على أي زرار في الكيبورد بتخرج من وضعية استاند باي خلاص في وضعية كمان هنا وهي دي الرابعة بتاعتهم التاتة دول طبعا مشهورين لأنهم بيبقوا ظهرين دايما في وضعية كمان مش مشهورة قوي اسمها هيبر نيت هيبر نيت ديت يعني السوبات الشتوي بمعنى زي السوبات الشتوي اللي بيحصل زي السوبات الشتوي اللي بتعبله بعض الحيوانات كظهرة من ظهر الطبيعة اللي هو إيه؟ إن هم بيجمعوا الغذاء بتاعهم طول فترة الربيع عشان بعد كده الشتة لما ييجي يكون عندهم غذاء كافي قدوا الشتة كله في المكان بتاعهم فمن هنا خدوا نفس الفكرة وطبقوها للجهاز بمعنى بمعنى إنه هو قال إنه إحنا عايزين نفصل الكهربة عن الجهاز تماما بس في نفس الوقت لحاجات اللي أنا فاتحها مقفلهاش يعني أنا مثلا لو فاتح فيديو وصلت لحد الدقيقة عشرة فيه وعايز وقفت عند الدقيقة عشرة مش عايز بعد كده بقى قطفيه وبعد نرجع هفتحه واجيب الدقيقة عشرة لا ده أنا عايز أقفله بحس إن الدقيقة عشرة دي أول ما أقفله ألاقيه زي ما هو كان ما أقفلتوش أصلا فدي فكرة الهايبر نيت دي فكرة الهايبر نيت السواء تشتوا إنك تقفل الجهاز كأنك ما أقفلتوش تقفله وتفصل الكهرباء وتسيبه شهر اتنين تلاتة ترجع تلاقيه زي ما هو زي آخر مرة أنت قدت فيه خلاص دي وضعية الهايبر نيت وبتاخد وقت شوية يعني عن بقية الوضعيات لإني بيحصل فيها نسخ للملفات اللي موجودة جوه الرامات الملفات اللي موجودة جوه الرامات اللي انت شغال فيها لدوقتي يعني مسلا مقطع أو الفيديو اللي انت بتفرج عليه أو الفيلم الفيديو اللي انت بتفرج عليه ده وصلت في الحد دي اه عشرة زي ما إحنا قلن فهم الكلام ده موجود جوه الرام فبناخد منه نسخة من الرامة نوديها الهارد عشان بعدك لما جازي يفتح تروح تاني هي تخزنت في الهارد فهتقوم واخد النسخة دي تقوم رايحها من الهارد لقلب الرام دي فكرة مبساطة عن عن الفكرة دي طب إزاي نيجيب وضاية الهايبر نيت بعد ما نجيب الشاشة دي بنضغط على بندضغط على الشفط طبعا هي ما زهيتش ده ده وقت ليه؟ لأن أصلا الويندوز بيبقى مش مفعل الخاصية ديت أصلا طب إيه الحل في الموضوع ده؟ أن احنا نفعله هنفعلها إزاي من البار هنوقف على سطح المكتب ونضغط بعدين نجيب سكين سيفر وبعدين نجيب البار من هنا دي البار اوبشن البار اوبشنز بروبيرتز هنلاقي فيهم بتالت تبويبة من فوق هاي بر نيت هنعمل هنا انا نعلم عالم الصح كليك شميع هنبعدين اكبلاي اوكي اوكي عشان نقفل الشاشة دي كمان لما هنيجي نقفل الجهاز وصلنا للمكان ده نعمل هايبر نيت هنلاقي هايبر نيت زهر لو تلاحظ استند بايب بتتغير هايبر نيت فاتنيني ضغط على اه شفت وهوم ضغط على هايبر نيت ده هيعمل ايه السوبات شيتو للجهاز بالمعنى اللي احنا وضعناه يبا احنا بضعتي خدنا اربع طرق رستارت بتطفق الجهاز وتخليق التاني بتفصل الكهرباء عن الجهاز عشان نشيل الفيشة او نفصل الكهرباء تماما الفصل المؤقت للكهرباء عن الجهاز بمعنى ان انا عايز اقلل الكهرباء عشان انا هعمل عمل معين هياخد عشر دقيق خمس دقيق ربع ساعة طبعا لو خد اكتر مش مشكلة يعني بس اه دي وظيفة فما نتخدش لو حصل وبعدين الجهاز او شاشة نفسها بتقوم اصبوط على انها تعمل بعد فترة معينة فلو حصل موضوع ده ده ما فيش مشكلة ابانة بمجرد تحريكك للموس الشاشة بترجع طبيعي رابع وضعية واللي هي مش مشهورة قوي اللي هي الهايبر نيت السلوات الشدوى اللي هي تخليك تقفل الجهاز اه لو انت كنت تفاتح مسلا خمس ست سبع ملفات وبترجحهم مع بعض ومحتاج انك لازم تقوم من على الجهاز لكن لازم في نفس الوقت ان الملفات دي تتنينها مفتوح فازاي المعدة دي هتصل بالهايبر نيت انك توازن ما بين اتنين بحس ان الجهاز يتقفل كأنه ما تقفلش خالص بعد جده في حاجتين لقفل الويندوز نفسه الحاجة الاولانية فيهم بنجيبها من يبقى الاولانية من دي من بقى حاجتين قدامنا يعني اخرج برا الحساب ده احنا كمبيوتر بتاع بتاعنا اه لو هو محاول من الويندوز اكس بي زي ما احنا بنشرح للوقتي هنلاقي ان هو من ضمن خواصه ان هو اسمه مالتي يوزر مالتي يوزر سيستم يعني ايه مالتي يوزر سيستم يعني نظام تشغيل متعدد المستخدمين يعني مسلا لو انت عندك خمس اولاد الخمسة يقدروا يعودوا على الجهاز غير بعض بمعنى غير بعض يعني كل واحد لوح سبع عند التاني هم مشتركين في نفس الحاجات يعني هتفرجوا على نفس الحاجات هيلعبوا نفس الالعابة هتفرجوا على نفس الفيديوهات هيسمعوا نفس الصوت كده انما الشكل الويندوز نفسه والتعامل والخواص ده بيختلف فانا لو عايز اقلب ما بينهم لو انا عندي تاتة اربعة خمس خمس اكاونت وهنبقى نشرح بعد كده زي تعمل اكاونت اصلا بس كمان شوية اه اللوج اف بقى بيخرجني بره الاكاونت ده خالص يعني بمعنى ان هو بيقفله بيقفله يعني بيفصل عنه وبيقطعنه مية ونور خلاص بعد كده جنبه سويتش يوزر سويتش يوزر اللي هو التقليب يعني ايه التقليب يعني ان انا اقلب ما بين اكاونتين يعني مسلا انا لو عندي ولدين احمد ومحمد كويس كل واحد روح سبعة الكمبيوتر حلو الا احمد عاد عالجهاز وعايز يقوم كويس بس مش عايز محمد يعرف وكان بيعمل ايه عالجهاز فده هيقضى على الحساب بتاعه وده هيقضى على الحساب بتاعه ده لو انا عامل اكتر من الحساب فاحمد في الحاجة دي هيعمل ايه لوج اوف وبعدين محمد يقعد مكانه محمد يخش على الحساب بتاعه ويكتب الباس وورد يعني مثل الحسابات طبعا كل واحد بقاله الباس وورد انما لو محمد هيقو لو احمد هيقو مسلا عشر دقايق وهيرجع يقعد تاني يبقى هيعمل ايه يعني هيخرج بس يسيب حسابه شغال كأنه ما تقفلش هيبقى شغال بس مش معروض على الشاشة يبقى في الاولانية هيخرج خالص بمعنى ان هو لو شغل على الحاجة الحاجة دي هتضيع لو شغل على الحاجة وسبها مفتوحة هتتقفل الحاجة التانية لو صغل على حاجة وسبها مفتوحة هيرجع اللي ايه مفتوحة زي ماي خلاص فدي الاولانية الخروج التانية التقليب ما بين المستخدمين اه شكرا لكم على حسس استماعكم ديدوقتي احنا استعرضنا كيفية ايه اه اه غلق الجهاز الفضل طبعا فتح الجهاز وفتح الجهاز عملها بسطة جدا بس ممكن نستعرضها من هنا ان احنا بعد ما ننصل لطارق كهرابي مباشرة بنعمل حاجة بسطة جدا انا هجيب بس صورة توضح الكيسة دلوقتي ده شكل من اشكال الكيسة في الشكل ده هناك في زرار رزق ده غالبا زرار البور وفي زرار تحت زرار ده زرار الستارت فبعد ما بصل الكهربا بقوم دايس على زرار البور بس اللي هو الزرار الكبير او الزرار المعمول عليه علامة الدائرة اللي فيها شرطة اللي هي زي هنا هو في تيرنوف وحضرت او اخب بالك هتلاقي هنا او في دايرة حمرة اهي دايرة قصد بيضة وفي شرطة بيضة في وسط العلامة الحمرة دي فهي ايها نفس الفكرة نلاقي في زرار عليه العلامة ديت يبقى ده زرار البور او هيبقى مكتوبة عليه باور والتاني مكتوب عليه او جنبه باور والتاني ده بتاع الستارت خلاص احنا بنقيد من ايه من ايه من بتاع البور بقى كده عرفنا زي نقيد الجهاز وزي نطفيه للناس اللي مش عارفة ممكن ان اخد شكل الكيسة كمان الزرار الكبير باور الزرار الصغير دي حاجة محفوظة لو الاتنين قد بعض ده هتلاقي مرسوم عليه رسمة وده هتلاقي مرسوم عليه رسمة الرسمة بتاع الباور عرفنا اللي هي الدايرة وفيها شرطة او فيها واحد انما الريستارت بقى مرسوم عليه رسمة تاني شكرا لكم تاني على حسن السماعكم وارجوا ان انتو تستفيدوا بالمجموعة التعليمية دي كانت وارجوا ان انتو ترسلونا لو في اي حاجة وتطلبوا مننا الحاجات الحضراتكم شايفين ان هي امهمة انية الشرح في سنة اولى كمبيوتر شكرا لكم كان معكم محدسكم ابراهيم عبد الحميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته